اشتركوا في القناة والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم كما بيّن سعادة وزير الخارجية في كلمته على ضرورة التعاون البناء للتغلب على تداعيات جائحة كورونا على المستوى العالمي مشيرا في الوقت نفسه إلى المنجزات التي حققتها المملكة في هذا الصدد وأكد سعادته على التعاون المثمر بين مملكة البحرين والمنظمات الدولية والعزم على مواصلته في مختلف المجالات ولافتا إلى استمرار المملكة في تعظيم المنجزات في مجال حقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة في التنمية والاستمرار في دعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف يصادف هذا العام الذكرى الخمسون لانضمام مملكة البحرين إلى منظمة الأمم المتحدة ونحن فخورون قيادة وحكومة وشعبا بما أنجزناه مع هذه المنظمة الدولية من تعاون وتشارك والتزام لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة لخدمة الإنسانية جمعا أن مملكة البحرين بقيادة حضر الصاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وتوجيهاته السديدة حرصت على أن تكون على إهبة الاستعداد التام لمواجهة تداعيات هذه الجائحة وتسخير كل الإمكانات والجهود لحماية المواطنين والمقيمين على حد سواء وتعمل بلادي على تعزيز التعاون والشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة وتقديم كامل الدعم لجهودنا في هذا المجال كما قرّت حكومة بلادي قانون للعقوبات البديلة شكل نقلة نوعية في الإصلاح والتأهيل حيث جاءه منسجماً مع السياسات الجنائية الحديثة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان إن مملكة البحرين تدعو المجتمع الدولي إلى تركيز الجهود وتكاتفها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط لكن حرصت مملكة البحرين دائماً على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهمية دوره في حفظ أمن واستقرار المنطقة لذا تؤكد المملكة على أهمية ما تضمنه بيان قمة العلا ولقد اختارت مملكة البحرين طريق السلام نهجاً وخياراً استراتيجياً لإحلال السلام الدائم والشامل في المنطقة وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي لما فيه خير شعوب المنطقة والعالم ومحاربة فكرة التطرف والغلو والكراهية